بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا طلابي وطالباتي موضوع الدرس إذن نلاحظ موضوع درسنا همزة القطع والوصل ثلاثة إذن سنستكمل معا ما أخذناه في الحصة السابقة الأهداف نتعرف على أهدافنا أن يميز الطالب بين همزة الوصل وهمزة القطع عند الكتاب أن ينطق الطالب همزة الوصل وهمزة القطع نطقا سليم أن يجيب الطالب عن الأنشطة إذن نقوم بمراجعة عما أخذناه في الحصة السابقة في الحصة السابقة تعرفنا على مجموعة ألف ومجموعة بأ أحسنتم فنلاحظ أن الكلمات كانت في مجموعة ألف انطلق أيضا الجد فالتفت أما الكلمات في مجموعة بأ أحسنت أحسنتم أن بأشجارها الأخ نطقنا معا هذه الكلمات وقمنا بتحليل الكلمات الكلمات في مجموعة ألف كانت همزتها أحسنتم ممتاز قلنا كانت همزتها همزة وصل هل نطقت الهمزة في جميع الكلمات نعم نقول في الكلمة الأولى والثانية نطقت الهمزة ولم ننطقها أين في الثالثة ممتاز هل نطقتها في أول الكلام أم عند وصلها بما قبلها إذن ما رأيكم أحسنتم نطقتها في بداية الكلام إذن كانت الكلمة الأولى والثانية ولم أنطقها عند وصلها بما قبلها مثل كلمة فالتفتل كيف رسمت همزة الوصل تعرفنا أيضا على طريقة ماذا على كيفية رسم همزة الوصل إذن رسمت ألفا بلا همزة إذن نلاحظ هنا انطلق الجد إذن نلاحظ أنها رسمت ماذا ألفا بلا همزة أيضا قمنا بتحليل المجموعة ب في الكلمات في المجموعة ب هل نطقت الهمزة في أثناء القراءة ما رأيكم كانت لدي أن بأشجارها أحسنتم نقول نعم نطقتها هل نطقتها في أول الكلام وفي وسطه إذن في أول الكلام مثل كلمة أحسنت أيضا في وسطها مثل بأشجارها إذن نقول نعم نطقت بها في أول الكلام وفي وسطه إذن هنا نطقت في أول الكلام وفي وسطه كيف رسمت همزة القطع؟ إذن كيف سترسم همزة القطع؟ قلنا همزة الوصل ترسم ألفا بدون همزة سنتم رسمت ألفا فوقها همزة وإذا كانت مكسورة إذا كانت هذه الهمزة مكسورة سنتم نقول ترسم ألفا تحتها همزة إذا سترسم أين؟ في أسفل الألف استنتجوا الهمزة في أول الكلمة نوعا استنتجنا معا في حصتنا السابقة أن الهمزة في أول الكلمة ستكون همزة سنتم همزة قطع أو همزة وصل همزة الوصل قلنا هي التي تكون في ممتاز في أول الكلمة تنطق في أول الكلام ولا تنطق عند وصلها بما قبلها إذا نلاحظ هنا الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل همزة الوصل لن تنطق عندما أصلها بما قبلها وتعرفنا على صورتها همزة القطع هي التي تكون في أول الكلمة تنطق في أول الكلام وفي وسطه إذا نلاحظ أن همزة القطع وهمزة الوصل فإذا ظهرت هذه الهمزة ستكون همزة قطع وإذا لم تظهر همزة وصل نقرأ معا كي أميز همزة الوصل من همزة القطع في الكلمة أدخل عليها حرف الواوي وأنطقها معا فإذا ظهرت في النطق كانت همزة قطع وإذا اختفت في النطق فهي همزة وصل إذا قلنا مع ذلك إذا ظهرت ستكون همزة قطع وإذا لم تظهر سنتم همزة وصل إذا سنسبقها بحرف الواوي وإذا سنتم إذن هنا ظهرت اكتب واتكتب إحسنتم إذن هنا لم تظهر الهمزة تعلمت قواعد لا أنساها ما هي القواعد التي تعلمناها في الحصة السابقة نقول الهمزة في أول الكلمة نوعان همزة وصل وهمزة قطع همزة الوصل هي التي تنطق في أول الكلام ولا تنطق عند وصلها بما قبلها وترسم ألفا بلا همزة وهمزة القطع هي التي تنطق في أول الكلام وفي وسط وتكتب ألفا إن كانت مضمومة أخت أو مفتوحة أن وتكتب إن وتكتب مكسورة وإن كانت مكسورة ستكتب ماذا؟ إنسان قلنا إذا كانت مكسورة ستكتب الهمزة في أسفل الألم أطبق في الحصة السابقة أخذنا التمرين واحد وقمنا بالتطبيق هنا ألاحظ الألف الملونة وأكتب همزة عندما أنطق هذه الهمزة ولا أكتبها إذا لم تظهر في النطق إذن قمنا بالإجابة معا على هذا التمرين نقرأ معا وأثناء ذلك أرسلت نورة بصرها في أنحاء الطريق قائلة ما أجمل منظر هذه الحقول التفت إليها فواز مؤيدا وقال حقا القدرة مبهجة للنفس مريحة للعلم إذن في هذا التمرين قمنا بتمييز الهمزة في بداية الكلمة إما همزة قطع أو همزة وصل فكانت أرسلت أثناء من الكلمات التي تبدأ بهمزة القطع أيضا كانت الطريق التفت كلمات تبدأ بهمزة الوصل أيضا قمنا بتصنيف الكلمات إذن كلمات تبدأ بهمزة قطع قلنا سنتم ممتاز أمطار إلى أكل وأرنب أما الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل كانت العش إن طلقت إثنان السماء ننتقل الآن أنا وأنتم إلى التمرين الثالي أدخل الواو على كل كلمة وأنطقهما ثم ألاحظ الكلمة التي تسقط همزتها في النطق والكلمة التي تظهر همزتها في النطق إذن هنا سنسبق هذه الكلمات بحرف الواو حتى نميز بين همزة الوصل وهمزة القطع إذن نتوقف حتى تقوموا طلابي وطالباتي بالإجابة عن التمرين ثم أستعرض الإجابة معكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن ننتقل هنا طلابي وطالبات حتى نجيب معا إذن نستعرض الإجابات أقبل إذن نسبقها بحرف الواو نلاحظ وأقبل ألا أحسنتم نقول وألا إذن نلاحظ همزة قطع ابتسمى وابتسمى وابتسمى ممتاز إلى وإلى أحسنتم إذن هنا أيضا همزة قطع أسرع ممتاز نقول وأسرع استقبل واستقبل همزة وصل أحسنتم السحاب والسحاب أحسنتم العرق والعرق إذن نلاحظ أن هنا همزة وصل استحب واستحب ممتاز أيضا هنا همزة وصل إذن هنا قمنا بماذا بوضع حرف الواو قبل الكلمات حتى نميز إذا كانت همزة قطع أو همزة وصل إذن نتوقف هنا طلابي وطالبات حتى أتأكد من أن إجاباتي صحيحة إذن سريعا نتأكد من الإجابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة اكتب الكلمات في الفراغ عند سماعها إذن لدينا كلمات ستبدأ إما بهمزة الوصل أو همزة القطع إذن نستمع جيدا حتى نحاول كتابة هذه الكلمات في إحدى الغابات البعيدة كانت شجرة لوز صغيرة تعيش إلى جانب شجرة الصنوبر وعندما حل الشتاء نظرت شجرة اللوز إلى شجرة الصنوبر وقالت لها أنا حزينة جدا انظري إلى أوراقي الخضراء كيف يبست وتحول لونها إلى أصفر اقتربت منها شجرة الصنوبر وقالت لا تحزني يا صديقتي فإن أوراقك تموت لتعود وتحيا من جديد في إحدى الغابات البعيدة كانت شجرة لوز صغيرة تعيش إلى جانب شجرة الصنوبر وعندما حل الشتاء نظرت شجرة اللوز إلى شجرة الصنوبر وقالت لها أنا حزينة جدا انظري إلى أوراقي الخضراء كيف يبست وتحول لونها إلى أصفر اقتربت منها شجرة الصنوبر وقالت لا تحزني يا صديقتي فإن أوراقك تموت لتعود وتحيا من جديد إذن بعدما استمعنا إلى النص نقرأ معا العبارة هنا النص بعدما استمعنا إلى الكلمات إذن في إحدى الغابات البعيدة كانت شجرة لوز صغيرة تعيش إلى جانب شجرة الصنوبر وعندما حل الشتاء نظرت شجرة اللوز إلى شجرة الصنوبر وقالت لها أنا حزينة جدا انظري إلى أوراق الخضراء كيف يبست وتحول لونها إلى أصفر اقتربت منها شجرة الصنوبر وقالت لا تحزني يا صديقتي فإن أوراقك تموت لتعود وتحيا من جديد إذن نلاحظ هنا أن الكلمات كانت تبدأ إما بهمزة وصل مثل حسنتم انظري أو همزة قطع حسنتم إحدى إذن سريعا أتأكد من أن إجاباتي صحيحة في أقل من دقيقة اشتركوا في القناة ننتقل معا أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي إذن نستعد سريعا حتى نستمع ونقوم بكتابة ما سأملي عليكم الجميع إذن نقرأ نستمع معا أشرقت الشمس وأرسلت أشعتها الذهبية إلى المزارع والحقوم وقد اكتست الأرض حلة زاهية الألوان وتناثرت الأزهار بين الريع وانطلقت الأطيار تغرد والفراشات تنتقل من زهرة إلى زهرة نقطة إذن هنا قمنا بإملاء نص عليكم المطلوب الآن طلابي وطالباتي منكم استعراض هذا النص مع معلميكم حتى نتأكد مننا أن نصنا سليم إذن نلاحظ أن النص يحتوي على همزة القطع وهمزة الوصل ماذا تعلمنا في حصتنا اليوم؟ نسترجع سريعا في بداية الحصة حسنتم نقول ميزنا بين همزة الوصل وهمزة القطع عند الكتابة نطقنا همزة الوصل وهمزة القطع نطقا سليما أجبنا عن الأسئلة إذن طلابي وطالباتي نتوقف أنا وأنتم عند هذه النقطة أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر